متابعيني جميعا على قناة انفو تيك فريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Perplex T.E.I. هو عبارة عن محرك بحث ومحادثة بالذكاء الاصطناعي ووظيفته انه هو يجاوب على الاستفسارات باستخدام النص يعني انت بتكتب الحاجة اللي انت عايزها هو بيرد عليك عنده قدرة انه هو ينشئ الاجابات دي من خلال مصادر من الويب بيستشهد بروابط داخل النص ايضا بيستخدم نموذج لغة خاصة به هو وكمان بيقدر انه هو يوصل لجي بي تي فور وكلاس 3.5 ومسترال لارج ولمة وبالتالي ده حيخلي عنده قدرة كبيرة وتنوع في الاجابات او نقدر نقول بلاش تنوع دقة اكتر في الاجابات عالوا نهاردة نركز على ميزة مهمة جدا ممكن يكون البعض مش واخد باله منها داخل Perplex T وازاي ممكن تستفيد من هذه الميزة لما تيجي هتخش على الانترفيس الخاص بPerplex T هتلاقي ان الانترفيس بتاعته مشابهة الى حد كبير لشات جي بي تي وده اللي بيخليه سهل في الاستخدام واللي حيستخدمه حيحس انه هو مفيش حاجة جديدة يعني الموضوع سهل جدا في الاستخدام ومش حيلاقي اي صعوبات بليكستي فيه free plan وفيه ايضا paid plan عايز تعرف اكتر بتروح تعمل learn more وتقدر تعرف free plan فيها ايه والpaid plan فيها ايه طبعا احنا هنا هركز اكتر على free plan والfree plan فيها unlimited quick searches ممكن تقعد تعمل search براحتك جدا ولكن ليك 5 pro searches per day ايضا ممكن ان انت تعمل بورتفوليو عشان تعمل personalize او customization للانصر بتاعك حاجة كده مشابهة ليه ال custom GPT والنهاردة احنا هنركز على ميزة تانية احنا مش هنهتم بالجزء ده قوي النهاردة ولكن فيه ميزة مهمة جدا انا عايزة اركز عليها وهي focus الفوكس دي مهمة كلنا بنخش نعمل attachment ونكتب السؤال بتاعنا وخلاص ليس ان تاخد بالك من كل ميزة موجودة في اي ماضي اللي انت بتستخدمه هنا focus لو انا دست عليها حلاقي ان انا ممكن افوكس من اسمها كده اركز البحث في كذا مكان ممكن من خلال الويب ممكن ايضا عن طريق الكتابة في الكتابة في الرايتنج هو اصلا مش بيعمل search على الويب والاكاديميك بيدور في الاكاديميك بيبرز او نقدر نقول الاوراق البحثية ايضا الماث هو بيحل الاكويشنز ايضا هنا بتخصصه في حل الاكويشنز ايضا بالنسبة للفيديو بيدور في الفيديو وفي السوشيال هنا بيدور على discussions المناقشات والاجابات في ريدت فبالتالي احنا لازم نركز اكتر واحنا بندور نعمل فوكس على ايه تعالوا كده نجرب حاجة زي الاكاديميك اكاديميك بيبر هنا مثلا انا ممكن اقوله ممكن هنا افعل البرو علشان احصل على قوة المدفوع لو انا حبه وحبتدي ان انا اقوله انتر تعالوا نشوف بقى الاجابة بتاعته انا هنا افعل البرو سيرش وهنا بيدور في الاكاديميك بيبرز هنا عطاني السورسز وعطاني الاجابة الاجابة للسؤال اللي انا عايزاه وهنا حيقول لي ان الاجابة دي جايبها منين انا الاجابة دي انا جايبها من هذه المصادر روحي للمصادر دي هنا مثلا انا هروح لأول مصدر هنا هو وداني على ورقة بحثية وبالتالي الحاجة اللي هو جايبها حاجة من مصدر موثوق منه من استادي أقدر أن أنا أبقى وثقة أنا جايبة إجابة بتاعتي الجنين مش مجرد إجابة هو عصيهالي وخلاص نرجع مرة تانية ونشوف حنلاقي إن فيه أكتر من سورس وبالتالي إنت مثلا لو إنت بتكتب ورقة إنت كمان بحثية أو بتكتب أسايمنت ممكن تستعين بهذه المصادر وتستعين بهذه الإجابة فيك إجابة الأسايمنت بتاعك وبالتالي إنت كده ريفرانسيز موجودة عندك تقدر أن إنت تعمل سيتيشن اقتباس وممكن تطلب منه موضوع الاقتباس حبتدي أروح أدوس على نيو سرد أو أدوس كنترول آي من على الكيبورد وهنا في الفوكس حبتدي إن أنا أختار الماث هستخدمه في حل الماث وهنا مش هفعل البرو حبتدي أكتب سؤال بتاعي في الماث وحبتدي إن أنا أدوس إنتر علشان أشوف الإجابة هو حيبتدي يجاوب على البروبلم اللي أنا أعطتها له نحلها بسرعة جدا واعطاني الحل النهائي بمقارنة الأنصر مع الأنصر الأصلية أنا جايبها من على موقع لقيت فعلا عشان أقارن الإجابة واشوف كفاءته في حل المسائل الخاصة بالماث لقيت الإجابة صحيحة وكمان مفصر جدا الإجابة وجاوب كده ليه زي ما أنتم شايفين وهو ممتاز في الإجابة بصراحة من وجهة نظري الناس اللي عايزة تفهم شرح بروبلم معينة تقدر أنها تخدمه فعلا حتى استفيد جدا ده بالنسبة للفوكس on math تعالا نعمل نيوس راد ونروح بقى الحاجة مهمة جدا من وجهة نظري أيضا وهي الجزء المتعلق بالwriting أنا هنا عايزاه يكتب بشكل عام بناء على ملف أنا حرفعه له الملف ده حيكون csv csv هو عبارة عن ملف إكسل أنا رحت هنا سيفته ك.csv علشان أبتدي أن أرفعه على بريبلكستي علشان عايزاه يحلله لي فهنا بعد ما حرفع الملف بتاعي أو الإكسل شيت بتاعي اللي أنا حولت ال.csv هبتدي أن أقوله حللي هذا الملف تعالوا كده نشوف بعد ما يرفعه أنا حكتبه له analyze this file هنا ابتدي يعمل uploading عمل uploading للملف طبعا لو أنت رفعته بصيغة الإكسل العادية .xlsx مش هيترفعه معاك عشان كده أنا حولته لcsv هبتدي أدوس enter بالمنظر ده هيبتدي analyze الملف زي ما إحنا شايفين ده شيط الإكسل قال لي ال data set هنا اللي في الكولومز عبارة عن إيه وهنا بدأ يعمل لي break down لكل كولومز زي ما إحنا شايفين أهو والسالري range والage والجندر طبعا عشان أنا عارفة الملف بيتكلم عن إيه فأنا شايفة طبعا أن تحليله ممتاز جدا جدا فأنت تقدر أنت تستفيد بهذه الخاصية في عملية الانالايز أو عملية تحليل البيانات بشكل عام تعالوا نروح في focus مرة تانية ونشوف من نيو سرد عايزة أتكلم عن إيه المراضي أنا عايزة على الفيديو أنا هنا عايزة وفي الحالة دي هفضل إن أنا يعني أخليه يدور عبر الانترنت أفضل علشان خاطر يعني أشوف أحدث حاجة إيه فهنا حدوس انتر حيبتدي يدور بيبتدي سامارايز الحاجات اللي لقاها عشان يديني أفضل حاجة هنا السورسز بتاعت الفيديوهات أقدر أدوس على أي سورس من دول يوديني للفيديو نفسه ومن خلال الفيديوهات كمان بقى اللي هو يعني راح تدور فيها أعطاني تلخيص سريع لأفضل AI Video Generator ممكن كمان إن أنا أخد فكرة من غير ما أروح ليوتيوب فيديوز ولكن هو استعان بهذه المصادر دور في الفيديوز عشان يديني الإجابة فهنا بيديك Specific Query بيجاوب لك على Query معين أو على Request معين هبتدي مرة تانية أروح لNew Thread وأبتدي أجرب عملية البحث عن طريق السوشيال السوشيال هنا هيكون Reddit The Most Effective Medication مثلا For To Help In Sleeping Well طبعا ما بنصحش حد إنه هو يدور على حاجة اللي علاقة بالMedication يعني دايما يستشير طبيب ولكن أنا هنا عايزة أدور على حاجة مثلا ممكن تكون حاجة طبيعية وكان ليه تجربة مع البحث في السوشيال كنت بدور على حاجة معينة أنا مش لقيها في جوجل لما دورت من خلال الجزء المتعلق بالسوشيال لقيتها بسهولة أو ما قدرتش أوصلها بسهولة في جوجل وصلت لها بسهولة عن طريق السوشيال هنا بيديني الحاجات دي كلها هي والprescription وكل حاجة بتعمل إيه وأقدر إن أنا أقرأ الكلام ده فين دي sources sources المصادر اللي دور فيها والمصادر بتكون إيه هي بتكون Reddit هنا بيديك أهو السؤال What is the absolute strongest over the counter أو to seal هي الأدوية اللي بتتصرف من غير يعني prescription ويت بتدي إن انت تقرأ مثلا عن الحاجة اللي انت كنت بتدور عنها ده بالنسبة للجزء الخاص بالسوشيال لو رفت تاني ودورت ممكن ألاقي آخر حاجة اللي هو الويب اللي هو إن أنا بدور عادي جدا في الانترنت فهنا حقوله the most competitor اكتر competitor لشات جي بي تي يعني مثلا في هنا يبتدي مثلا يدور لي في الانترنت على المست او اكتر منافس شات جي بي تي هنا يعني هيديني كل المصادر اللي جاب منها الإجابة يبتدي أرى الإجابة بيقول لي Microsoft هو نفسه بصه برغم إنه هو موجود بس ما حطش نفسه في أول حاجة يعني اللي هنا بيكون في مصداقية في الرد وهنا ويعطيك المصادر ده بالنسبة لي focus feature focus feature لازم لازم وانت بتدور تركز عليها عشان تحصل على إجابات كمان أكثر دقة وتخليه يركز على جزئية معينة أنا دي من وجهة نظري وأتمنى تكون الميزة دي عجبتكم يا رب كل اللي بنقدمه على القناة يكون بيعجبكم أشوفكم إن شاء الله في فيديو قادم على قناة Infotech for using بقول لكم في نهاية كل فيديو متنسوش اعملوا سبسكرايب لقناة وتفعالوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ولو كنتم من متابعين الأعزاء متنساش like and share and comment دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة